عام 2022 شهد نكبة على تجار قطاع الأجهزة الكهربائية في الأردن تراجع بلغ أكثر من 35% مقارنة بالسنوات التي سبقت حالة وصفها أصحاب القطاع بالإقبال الضعيف ما ترتب عنه خسائر على الباعة وتراجع حركة الاستيراد بالنسبة للحركة التجارية في الوقت الحالي وتأثرت بسبب الأزمة الاقتصادية والأزمة الأوكرانية الحرب الأوكرانية وبشكل عام هي من بعد أزمة الكورونا أدى لارتفاع أسعار البضائع بسبب ارتفاع أسعار الشحن وأدى لحصول شحب البضائع الادروب يمكن في مجال الأجهزة الكهربائية يمكن تحكي من 100 قاعدين نشتغل بعشر أو 15% عن السنوات السابقة فالركود كبير كان بهذا الفيلد اضطراب الاقتصاد العالمي أنهك القدرة الشرائية ولم تقدر عروض المحلات من تخفيض وهدايا على جذب انتباه المواطن رغم الانتعاشة الطفيفة للبيع والشراء في فترة الأعياد ولكنها تبقى معادلة جعلت سوق الأجهزة الكهربائية يقف عاجزا أمام التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية صار في غلا أنه أنا قبل فترة سألت على تلاجة قلوا لي 250 دينار نفس التلاجة ارجعت شريتها 275 دينار ما ما بعرفش بعيزوا أنه الأمر أنه الجمار ارتفعت والبضاع الصين غلي عام صعب تشترى أي قطع هسه بالغلى المعيشة والغلى والارتفاعات وما فيه حركة أصلا بالشكل عام وفيه كل واحد عنده ظروف يعني كل واحد بيبدي إيش عن إيش يعني هلا أي جهاز بيخرب أي كذا صعب الناس إلا تصلحوا مثلا أو تشتري بدالوا لأن الوضع الاقتصادي شطب صدقا يعني في ظل ما يشهده العالم من أزمات أثرت بشكل مباشر على جيب المواطن وعلى القطاع الصناعي والتجاري في البلاد تبقى الأيام المقبلة هي الفيصل في تحديد مسار حركة الاستيراد وتحسين دخل المواطن عقب الأزمات العالمية المتوالية من عمان آية السيد هنا القاهرة عاصمة الخبر